وأدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان حاكم أبو ظبي أمس صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رحمه الله في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبو ظبي كما أدى الصلاة سمو الشيخ عائلة آل انهيان الكرام وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته والعمل الإنساني في أنحاء العالم سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل وإنا لله وإنا إليه راجعون وشيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان وسمو الشيوخ جثمان الفقيد الطاهر إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبو ظبي شكرا شكرا أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان حاكم إمارة أبو ظبي أمس صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الكبير الشيخ خريفة بن زايد آل انهيان رحمه الله في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبو ظبي وأدى أيضا الصلاة إلى جانبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد سمو الشيوخ وعائلة آل انهيان الكرام كما توجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها رحمه الله بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته وفي العمل الإنساني في أنحاء العالم وابتهلوا إلى المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل إنا لله وإنا إليه راجعون وشيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان وسمو الشيوخ جثمان الفقيد الطاهر إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبو ظبي غيب الثرى وجه خليفة بن زايد آل انهيان لكن بصماتها هنا تقرأها الأجيال تاريخا مسيرة من النجاحات والإنجازات على خطى الوالد المؤسس كلها وضعها خليفة أمانة بيد أبناء الدولة ورحل أمانة سيحملونها ويستذكرون مآثر خليفة بن زايد وتلك البسمة الماثلة أبدا على محياه لتبقى في الذاكرة تضلل أمال أبناء الإمارات ترجمة نانسياتياتياتا شكرا